دايماً كده بيقولك من رحم المعاناة بتولد الحلول ودايماً لو الشخص يعني هو أسير أو بيحب حاجة بشكل جنوني بيفكر فيه حلول علشان خاطر يحاول اللي هو يقتني الحاجة دي فيه شاب في شرق أسيا بيحب كرة السلة بطريقة جنونية لدرجة أنه هو عمل ملعب كرة من أكواز الدرة ويستخدم الأكواز دي في رسم خطوط الملعب بشكل ملفت ملعب كرة سلة علشان خاطر يقدر اللي هو يمارس فيها اللعبة أو اللعبة المفضلة لي تعالوا انترى تفاصيل في التقرير ده الحر الشديد لم يمنع شاب في إحدى دول شرق أسيا من ممارسة رياطو المفضلة حتى استطاع تحدي هذا التقص المرتفع اللي ربما لم يستطع أحد تحمله وحول روح خرساني لملعب كرة سلة باستخدام أكواز الزرة الشاب ظهر في فيديو هو بيقوم بتصوير نفسه أثناء تزديده للكرة واللي بدت أكثر صعوبة من كرة السلة التقليدية بسبب ارتفاع الباسكت من هنا استطاع الفيديو لنشر الشاب أنه يغزو منصات التواصل الاجتماعي وتم تدوله على نطاق واسع واستإعجاب وانبهار بمحققه الشاب من ابتكار استثنائي وفريد من نوعه الشاب اللي ابتكر اللعبة اسمه لياو جياندونج وقال إنه كان بيجري في سبقات المضمار والميدان وبيستمتع بكرة السلة وفكر في الفكرة لأن موسم الزرة حالياً في سيتشوان واستخدم العشرات من أكواز الزرة لرسم النقاط الثلاث وخطوط الرمية الحرة والحدود وأكد إن موجة الحر لم تستطع إيقاف حبه للعبة نقلت في الحاجات إن دايماً نلاقي حلول مبتكرة لأي حد عايز يعمل أي حاجة فلا هو حابب بكرة السلة هو عمل ملعب وقدر إنه هو يلعب فيه رياضته بفضله يقول لك تحب ما تعمل حتى تعمل ما تحب دا حقيقاً يعني أنت حابة الحاجة اللي أنت عوزها هتوصل لها عمل ملعب كرة سلة بشوية كواس دورة دورة عندنا بنرميه في الشارع بعد ما بنخلص أكله دا عمل منه حاجة دا حقيقاً